بعد ثلاثة مشاريع املاقة للصناعة الدفاع في أسبوع تضيف تركيا إحدى المنتجات التي جذبت أكبر قدر من الاهتمام في صناعة الدفاع مؤخرا فقد كشفت أنقرة النقاب عن مصيارة جديدة من الطائرات الانتحارية أطلق عليها اسم عذاب وذلك بعد نحو عامين من العمل على هذا المشروع عذاب مسيرة انتحارية متعددة الأغراض ويمكن تغيير ودمج أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية كما رأينا في حربي أوكرانيا وأذربيجان وجود احتياطات ضد مثل هذه المسيرات الانتحارية ولكن عذاب قادرة على العمل في كل الظروف يمكن أن تصل سرعتها إلى 278 كم في الساعة واحتمال كشفها على الرادار يكاد يكون صفرا كما يمكن وصول مداها إلى 500 كم عذاب لها طرازان طول جناحي إحداهما مترا والأخرى بطول متر ونصف ويمكن أن تحلق بحمولة تصل إلى 15 كم يمكن استخدامها في أوضاع مختلفة مثل الرمي والتجوال الحري أو بمساعدة التوجيه البشر نحو الهدف من مدى 200 كم كما يمكن لها أيضا الوصول مباشرة إلى الهدف وتدميره باستخدام نظام تحديد المواقع الجي بي اس عذاب تمثل منصة يمكن تشكيلها واستخدامها حسب الرغبة إذ يمكن دمج قذائف الهاوين ومدافع الدبابات وذخيرة أر بي جي فيها بسهولة شديدة ويمكن أن تعمل بالذخيرة النارية حسب الغرض ويمكن إطلاقها من قاذفة كهربائية أو شاحنة عذاب مسيرة انتحارية لم ينتج مثيل لها بهذه الميزات ومن الآن حصلت على اهتمام كبير في الخارج حيث أجدت شركة الروبيت اتصالات مع دولتين هذا الأسبوع لتصديرها هسنوزر ترات عربي